موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنام الأمم المتحدة تطلق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة في السودان فلماذا تأخرت المنظمة الدولية في لعب دورها؟ جعجع يريد خوضى لانتخابات للتخلص من تحالف حزب الله والوطن الحر فكيف يستطيع زعيم القوات تحقيق هدفه؟ لقاء مرتقب للسيسي وعباس في شارم الشيخ هل تكون الأولوية للداخل الفلسطيني أم دفع عملية السلام؟ العدالة والتنمية المغربية يفكوا الارتباط بحركة الإصلاح والتوحيد فهل كتب بن كيران شهادة وفاة الحزب أم إعادته للحياة؟ بعد دور محتشم في الملف السوداني الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية واعتبر بيان المنظمة الدولية أن تسييرها للمشاورات يهدف لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية كما الاتفاق على مصار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام على حد تعبيرها الدعوة لاقت حماسا خارجيا فلماذا تأخرت الأمم المتحدة في الدخول على خط الأزمة؟ وما هي ملامح العملية السياسية التي أطلقتها؟ وأي أوراق تمتلكها المنظمة للاعب دورها؟ والسؤال الأهم بأي مستوى ستتجاوب معها الأطراف السودانية؟ مع استمرار التبطر في السودان خصوصا بعد استقالة رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك من منصبه أعلنت الأمم المتحدة أنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية للمشاركة في عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة التي يمر بها السودان وكانت وساطة الأمم المتحدة قد تمكنت من تهديئة الأوضاع قبل أن يستقيل عبدالله حمدوك من منصبه كرئيس للوزراء وهو الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه سيتم دعوة كافة الأطراف من مدنيين وعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية ووراء الأبواب المغلقة يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غير رسمي الأربعاء لمناقشة آخر التطورات على الساحة السودانية الاجتماع الذي سيلتأم بطلب من ست دول لا يعول عليه المراقبون كثيرا في إصدار موقف مشترك بشأن السودان بسبب احتمالية معارضة الصين وروسيا وسبق لهذين البلدين التأكيد على أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إحاطة للمبعوث الأممي إلى السودان حول الأوضاع في البلاد منذ استقالة حمدوك الأسبوع الماضي مصر بدورها في المنطقة وعبر وزارة خارجيتها قالت إنها تدعم جهود الأمم المتحدة وإن أمن السودان مهم لأمن مصر والمنطقة ودعت الأطراف السودانية إلى التعاون للوصول إلى حل يخرج السودان من أزمته ودأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه الدعوات للخروج في مظاهرات تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة ينضم إلينا من الخرطوم عبدالباصط إدريس الكاتب الصحفي والباحث السياسي سيد عبدالباصط ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه المنظمة الدولية لا أعتقد أن بمقدور الأمم المتحدة عبر هذه الوساطة الجديدة أن تستطيع أن تقدم شيئا لحل الأزمة السودانية وأعتقد أن ما يحدث الآن ما هو إلا محاولة من القوى الدولية لتدخل مرة أخرى في الشان السوداني لأن بعد أن أصيبه بخيبة أمل كبيرة عقب مغادرة عبدالله حمدوك الذي وضع عليه أمالا كبيرة لمشروعهم في السودان وبالتالي أعتقد أن مبادرة فولكر ما هي إلا محاولة للالتفاف وغضع الطريق أمام أي بوادر تواصل سوداني سوداني ما بين الغوال المدنية ولجان المقاومة والمؤسسة العسكرية ولذلك لا أتوقع لها أي نجاح في ظل عدم قدرة الأمم المتحدة عبر مبعوثيها المتعددين في اليمن وفي ليبيا والصومال وغيرها في الوصول إلى حلول فمن الذي يجعلنا نتفائل بما يمكن أن يغدمه فولكر بحل الأزمة السودانية الآن أزمة واضحة ما بين مطالب الشعب الذي يتمسك بضرورة إنفاذ مطالب السورة في الحرية والسلام والعدالة وما بين المدى الذي يمكن أن تستجيب به المؤسسة العسكرية لهذه المطالب ولا أرى سببا وجيها لإغدام على مبادرة أخرى والعودة إلى ما قبل اتفاق الوسيغة الدستورية وما قبل محطة الوسيغة الدستورية ولكن سيد عبد البسط إذا كانت المنظمة الدولية لا تستطيع أن تقدم شيء الاتحاد الإفريقي حاول أيضا ولم يصل إلى شيء كانت هناك محاولات أيضا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكلها أدت إلى ما نراه من الذي يمكن أن يساعد في حل الأزمة إذن؟ الحل هو سوداني سوداني كما قلت لك الولايات المتحدة لم تقدم أبدا حل بل هي كانت تأتي بمطالب واشتراطات وهي كانت امتداد طبيعي للضغوط التي مورست على الأطراف والتي أنتجت هذه الوسيغة الدستورية التي عوصلت البلاد إلى هذه المرحلة من التردي وبالتالي لم تكن هناك أي نواية حسنة دولية تجاه حل الأزمة السودانية الجميع كان يبحث عن مصالحه وعن أهدافه وما إلى ذلك وبالتالي الحل هو في إرادة السودانين أن تتلاغى إرادة السودانين مدنيين وعسكريين على حل توافغي يتم من خلال الاتفاق على خارط الطريق واضحة المعالم لإنفاذ ما تبقى ولكن هل هذه الرؤية موجودة هذه لن تتم إلا بإرادة السودانية حقيقية والدليل على ذلك أن كثير من الغوة السياسية الآن نعم هل القوى السياسية السودانية مجمعة على رؤية واحدة حتى أتحدث عن القوى المدنية فقط هل هي مجمعة على طريق واحد صحيح أن هناك حادة من الانقسام وسط الغوة المدنية في التعاطي مع ما حدث بعد الخامس والعشرين من أكتوبر ولا أعتقد أن المسافة بين جميع المكونات المدنية تتباعت كثيرا خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على مدنية الدولة على إنفاذ مطالب السورة ما إلى ذلك هناك خلاف نقطة جوهرية تتعلق بخروج المكون العسكري من مجلس السيادة أو السلطة السيادية وهناك من القوى المدنية من يرى بضرورة وجود المكون العسكري كأحد توازنات الغوة في الشراكة وفي البلد وهذه هي النقطة التي ينبغي أن يدار فيها حوار وطني سوداني سوداني للوصول إلى رؤية حولها وليس بالالتفاف والعودة من جديد إلى مبادرات خارجية تقودنا لمزيد من التأزيم هل يمكن للمنظمة الدولية والأمم المتحدة أن تلعب دور الوسيط النزيه إذا كان هناك هذه الاختلافات وكانت أيضا الوساطات السابقة كما تحدث عنها سيد عبد الباصد بأنها كانت حسب المصالح الشخصية لكل وسيط نعم رئيس البحثة هو الشخص غير مفوض بطرح مبادرات هو أتى بموجب تفويض محدد من مجلس الأمنى الدولي بموجب الغرار 25-24 لسنة 2020 بدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان هذه عملية فيها جزء فني وجزء يتعلق بالسلام وجزء يتعلق بالمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية هذه هي المهمة الرئيسية لبحثة الأمم المتحدة ليس مطلوبا من فولكر بريتس طرح مبادرات أو يطلق مبادرات لحوار سوداني السوداني هذا الشأن لا يعنيه وما يعنيه أن تكون هناك حكومة انتقالية يتعاون معها بموجب هذا التفويض هل هناك أي بوادر حدثت خلال الساعات أو الأيام الماضية من أجل هذا الحوار السوداني السوداني؟ نعم هو من الواضح أنه حصل على ضوء أخضر من قبل عدد من الأطراف الدولية والإغليمية بدليل الترحيب بهذه المبادرة بعد ساعات غليل لم يطلق صراحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى في المنطقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبالتالي واضح أن هناك توافق حول هذه الرؤية لكن كما أسلفت لك فهنها لن تأتي بحل الأزمة السودانية الحل داخلي يتعلق بضرورة الحوار السوداني السوداني ما بين الغول المدني والمؤسسة العسكرية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية ولكن حتى الدعوات سيد عبد البسط التي خرجت من داخل السودان من أجل هذا الحوار كان في السابق دعوة من الدكتور حمدوك وبعد ذلك في الأيام السابقة من أساتذة الجامعات ولكن لم يستجب إليها أحد نعم هذه هي مبادرات لعدم توفر الإرادة ولكن الآن الأوضاع في السودان وصلت لمرحلة تتطلب أن تكون هناك درجة من الاستجابة لهذه التحديات ودرجة الاستجابة لمطالب الشباب والسوار ودرجة من الاستجابة لأهمية الاستغرار للسودان وإذا توفرت هذه الإرادة بين الغوة المدنية التي يراهم بعضها الآن على إضغاط المكون العسكري وإخراجه من الشراكة وما بين أخرى تدعو إلى حل وسط بالتوافق مع المكون العسكري لإكمال المرحلة الانتغالية والإقدام على انتخابات حرة ونزيهة يختار عبرها الشعب السوداني من يريده أعتقد أن هذه الإرادة إذا توفرت بمغدور السودانين أن يتوصلوا إلى حل لمشاكلهم وغضاياهم هل يمكن بالفعل للسودانيين بالمكون المدني والمكون العسكري دون أي وسطة أن يصلوا إلى حل؟ نعم وأنا قلت لك أن المبادرة التي أقدم عليها فولكر هي محاولة من الغوات الدولية لغطع الطريق أمام أي بوادر بتاع الطواعة خاصة بالتواصل ما بين المكون العسكري والمؤسسة المدنية وأنا أعلم أن هناك عمل يجري في هذا الإطار لإجراء حوار ما بين المسلسة العسكرية ومحاولات الاتصال مع الفاعلين في المشهد السياسي سواء كان لجان المغاومة على الشارع التي تتزعم المظاهرات سواء كان على القوى السياسية أو الثورة كل هذه كانت هناك مبادرة والذي يحدث الآن أن هذه المبادرة ستقود إلى تقسيم المشهد السوداني أكثر مما هو مغسم وتأزيم المشهد السوداني أكثر مما هو مغسم ولن تنتج حلا للأزمة السودانية شكرا سيد عبد البسط إدريس الكاتب الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم قبل خمسة أشهر على موعد الانتخابات النيابية في لبنان بدأ الصراع الحزبي يحتدم وبدأ التدقيق في حسابات الربح والخسارة حزب القوات اللبنانية واحد من هذه الأحزاب التي أعلنت النفيرة وتجنيد أعضاء استعدادا للانتخابات زعيم الحزب سمير جعجع حدد هدف حزبه من معركة الانتخابات وهي إنقاذ لبنان ومعركة التخلص من الواقع المزري لتحالف حزب الله والطيار الوطني الحر على حد تعبيره فكيف يستطيع جعجع التخلص من تفاهم مرمخال وما مستوى توافق معرض حزب الله والطيار على هذا الهدف وهل يستغل زعيم القوات اللبنانية الخلاف الطافي على السطح بين طرفي التحالف مؤخرة؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعند آخر تطورات الوضع في لبنان حيث انقطع الطيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية بعد قيم مجموعة من المحتجين باقتحام محطة التحويل الرئيسية في منطقة عرامون وأصدرت شركة الكهرباء بيانا قالت فيه ان المحتجين قاموا بقطع محول الربط الرئيسي غير آبهين بسلامتهم الشخصية وسلامة العاملين في المحطة الأمر الذي أدى إلى خروج كافة المعامل عن الشبكة تنضم إلينا من أمام محطة عرامون للكهرباء في بيروت كلودي أبي حنى مراسلة الغد كلودي ما هي الصورة الآن؟ أحمد كما ترى نحن أمام محطة التغذية الرئيسية للكهرباء من منطقة عرامون ولكن هذه المحطة مطفأة كليا وللمفارقة نستطيع الدخول بكل سهولة إلى داخل المحطة هذا هو الباب الحديدي الذي من المفترض أن يكون مقفلا بإحكام نفتحه ببساطة جدا ونستطيع الدخول إلى داخل المحطة هذه هي محطة الكهرباء وزميلي خالد عيمي يعطينا هذه الصور عن داخل المحطة المتوقفة عن العمل كما أكد البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان وعلمنا من أهالي المنطقة أن مجموعة صغيرة من الشبان المحتجين أتوا إلى هذه المحطة وحصل ما حصل من احتجاج في داخلها وكما ذكرت المؤسسة أيضا من تخريب لأسلاكها ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مشمل الأراضي اللبنانية وهؤلاء الشباب كانوا يعترضون على انقطاع التيار الكهربائي وعلى التقنين القاسي الحاصل بالتغذية بهذا التيار في الواقع تحدثت إلى مصادر وثيقة السلة في وزارة الطاقة اللبنانية للاستفسار عما سيحصلوا من خطوات لاحقة من أجل درق هذا التراجع في التغذية بالتيار الكهربائي هذا التراجع الدراماتيكي في التيار الكهربائي إذ نعلم بأن مؤسسة كهرباء لبنان لا تستطيع أن تقدم تغذية بالتيار الكهربائي أكثر من بضع ساعات في اليوم يعني تتراوح هذه التغذية بين ساعة في بعض المناطق وثلاث أو أربع ساعات في أفضل الأحوال ماذا سيحصل أولا بالنسبة إلى محطة عرمون هناك انتظار لما ستقوم به الأجهزة الأمنية لناحية حماية المحطات الرئيسية التي تغذي لبنان بالكهرباء أولا ليست هذه المحطة الأولى التي تتعرض لأعتداء اعتراضا على عدم التغذية بالكهرباء أيضا محطة الكهرباء في قديشة الشمالي لبنان تعرضت إلى دخول سابق للمحتاجين وأيضا محطة التغذية بالتيار الكهربائي في منطقة الطريق الجديدة تم أحراقها وقد يتم توجيه رسالة ربما إلى المجلس الأعلى للدفاع لتأمين حماية هذه المحطات أيضا لا يوجد أي موظف هنا كما علمت أن عدد الموظفين محدود جدا لأن هذه المحطة تعمل بشكل ممكن ولا حاجة لعدد كبير من الموظفين لذا تمكن المحتاجون من الدخول ومن توقيف العمل في هذه المحطة هل هناك معلومات متى يمكن أن تعود هذه المحطات إلى العمل؟ هذا ما حاولت أن أعرفه وأتأكد منه من وزارة الطاقة ولكن أيضا في وزارة الطاقة لا علم لكبار المسؤولين فيها في هذا الأمر وليس من تأكدات أصلا هم يقرون بأن التغذية بالتيار الكهربائي مقننة جدا شبه غائبة ويؤكدون بأنهم سيعملون أولا على إعادة الأجواء الأمنية التي يجب أن تتوفر لمحطات الكهرباء وللمنشآت التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان قبل إعادة العمل بها لأن عودة العمل إلى هذه المحطات قد تتوقف مجددا لأن دخول المحتجين كما أظهرت لكم في بداية هذه الرسالة دخول المحتجين سهل جدا وليس من حماية لهذه المحطات ودعني أظهر لك أحمد أيضا الوضع في جانب هذه المحطة يعني الظلام الدامس هو يسيطر على كل هذه المنطقة وهذه المنطقة أيضا هي ليست وحيدة الظلام الدامس هذا يسيطر على مختلف المناطق اللبنانية في مختلف أرجاء لبنان زاد الظلام الدامس هذه الليلة بسبب انقطاع الكامل للتيار حتى هتين ساعتين أو ثلاث ساعات ولكنه بات هذا الظلام عاديا يعني يحاول اللبنانيون والمقيمون في لبنان التأقلم معه في ساعات المساء والليل لأنه في مختلف المناطق على الطرقات العامة وليس من إينارة وهذا الأمر يزيد المخاطر من حيث القيادة والتنقل وأيضا يزيده إمكانية حصول حوادث اعتداء وسرقات في الليالي يعني الليل دامس والضلام دامس والليل يصبح خطرا أيضا من حيث التنقل نظرا لهذا التمادي في الانقطاع بالتيار الكهربائي كان لديك معلومات عن حجم الضمار الذي حدث بهذه المحطة والمحطات الأخرى إن ظهر حتى هذه اللحظة حجم الضمار أو التخريب التخريب هو أتى على الأسلاك التي تم قطع الربط بين هذه المحطة وبين محطة الزهراني وهذه المحطة هي تغذي مختلف المناطق اللبنانية لذا هذا القطع بالخطوط الرئيسية أسقطها عن الشبكة وبالتالي لم يعد بإمكان هذه المحطة أن تغذي المناطق اللبنانية بما تيسر من تيار كهربائي وذلك بسبب أيضا النقص الحاد في الفيول هذا التخريب الذي حصل يمكن تصليحه ولكن هناك حاجة أيضا إضافة إلى تصليح هذا الأمر هناك حاجة لأن يتغير واقع هذه المحطات من حيث تشديد الحماية الأمنية عليها وعدم تكرار الاقتحامات لها ولكن هنا أيضا نتوقف عند مسألة القوى الأمنية اللبنانية التي تعاني بدورها من تراجع كبير في حماسة العناصر وفي التزام العناصر من البقاء في هذه القوات الأمنية نتيجة تراجع قيمة الرواتب وتراجع ما يحصلون عليه من محفزات مدية كي يستمروا في عملهم وهذا الأمر أيضا هو تحدي إضافي للإتيان بعناصر يحمون هذه المنشآت التابعة للدولة اللبنانية إذن هذا المشهد هو مؤصف ولكنه مشهد من مشاهد انهيار الدولة اللبنانية انهيار المؤسسات اللبنانية الانهيار المتمادي الذي وصل إلى هذه النقطة التي يجب أن يصار إلى إعادة إصلاح هذه المؤسسات كي تتمكن من تقديم الخدمات للناس ودعني أشير أيضا إلى أن إصلاح مؤسسة الكهرباء هو شرط أول وأساسي لصندوق النقد الدولي وأيضا للذين تابعوا مؤتمر سادر لإصلاح المناء التحتية في لبنان ولأنه لم يتم إصلاح هذا الأمر لم يحصل لبنان على أي من مساعدات مؤتمر سادر شكرا لدي أبي حنى مراسية الغد كنت معنا من بيروت شكرا لك وينضم إلينا هاتفيا من بيروت الدكتور فادي الأحمر الكاتب الصحفي والباحث السياسي السيد فادي يعني يفهم قبل أي انتخابات أن يحدث تنازع وصراع بين الأحزاب هل انقطاع الطاري الكهربائي اليوم له علاقة بهذا الصراع الحزبي الدائر قبل الانتخابات؟ خير لك والمشاهدين لا أعطا كذلك إنما أنا أدريشه في إطار النقمة الشعبية على الحالة المدرية التي وصل إليها البلد التي يعيشون فيها اللبنانيون كما ذكرت مرسلتكم من لبنان منذ قليل حال الكهرباء أصبحت غير مقبولة غير مقبولة من اللبنانيين لا كهرباء من الدولة فواتير الكهرباء من الموالدات الخاصة باغضة جدا مع اتفاع أسعار المحروقات التي لا يمكن لي يعني أنا أقول لك سيدي أنه اليوم فاتورة الكهرباء هي تتخطى لحد الأدنى للأجور بدعفين أو ثلاثة أضعاف بمنزل واحد فبالتالي أنا أدريشها في إطار المقمة الشعبية التي ستتزايد أكثر فأكثر على تدهور كيمة الميرا اللبنانية زياد أسعار المحروقات وزياد كافة وهذا ينسعب على كافة المتطلبات الحياة طيب نعود إلى الانتخابات والأجواء بدأت مبكرا في لبنان هل الصراعات التي نراها بين الأحزاب الآن التي كانت متحالفة يمكن أن تجعلنا نرى نتيجة انتخابات مختلفة هذه المرة نعم سيدي نحن لبنان في العام 2022 سيشهد أول شيء انتخابات يعني أقول استثنائية لبال مصرية مصرية لسببين أساسيين أنه هي تأتي بعد حراك 17-20 الذي ولولم ينجح في قلب السلطة القائمة ولكن قلب المعادلات ثانيا بسبب الانهيار الحاصل في الدولة الانهيار على كافة مستويات انهيار سياسي انهيار اقتصادي انهيار في النظام النقدي في النظام المالي في الاقتصاد في الحالة الاجتماعية الفقر الجوء إلى ما هناك وبالتالي من هذا المنطلق العقول أنه هي انتخابات مصرية وهذا واحد اثنين هذا سينسحب أيضا على التحلفات بطبيعة الحال خاصة أنه هناك تبدل في موازين الكوة يعني دعني أقول مثلا على المستوى المسيحي لا شك أنه هناك ستشهد انتخابات تبدلا في موازين الكوة خاصة بين الطيار الوطني الحر الذي تراجع شعبيته بنسبة كبيرة وبنسبة والقوات اللبنانية التي ربما ستفرز ستحصل على كتلة نيابية أكبر مما هي عليه اليوم بسبب هذا التبدل في موازين الكوة اليوم على المستوى الساحة السنية دعني أقول أيضا هناك تبدل كبير في موازين الكوة لأنه من المتوقع أن يعود زعيم طيار المستقبل سعد الحريري إلى لبنان الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يعلن بيان عزوفي عن الترشيح أو عدم ترشيح أو مشاكل ولكن هناك هناك تغير كبير في الساحة السنية بغياب سعد الحريري عن الساحة بغياب أيضا طياره السياسي يعني بطريقة أو بأخرى فبالتالي انتلاقا من هنا نعم هناك خلط في التحالفات هناك نحن سنشهد لبنان سيشهد في أيار المقبل الانتخابات مختلفة لا أقول هذا لا يعني بأنه ستفرض هذه الانتخابات طيب ولكن هل القوى المعارضة للتحالف بين حزب الله وبين الطيار الوطني الحر هل هذه القوى يمكن أن تكون موحدة هذا هو السؤال الكبير حتى الساعة لا يبدو ذلك ولكن نحن يعني لازال هناك وقت لأنه الكل ينتظر اليوم المشهد السني لأنه الحليف الأساسي على المستوى المسيحي صحيح أنا ذكرت أنه هناك تبدل في موازين القوى ولكن هناك استمرارية يعني هناك تيار أحزاب ستأخذ الانتخابات خاطتها في الماضي هناك شخصيات سياسية مستقلة أيضا خاطت الانتخابات في الماضي ستأخذها اليوم أما التبدل الكبير هو في المشهد السني اليوم الانتظار على ما سيكون عليه هذا المشهد السني الذي هو أساسي إن كان للكوى المسيحية الحليفة لضيار المستقبل سابقا أعني بذلك ضيار المستقبل حزب الكتائم اللبنانية شخصيات سياسية مستقلة وأيضا بالنسبة للدروز خاصة وليد شملات يعني حزب التقاطم الاشتراكي اليوم ينتظرون ما سيكون عليه المشهد السني أنه هو الذي سيحدد التحالفات بشكل كبير لأنه ضوء كبير في تعديل التحالفات أكيد وأنا أقول أنهم يتمنون هذا الطرفان يعني المسيحي الحليف للمستقبل والدرزي التقاطم الاشتراكي يتمنون على طيار المستقبل أن يقضي الالتخابات كطيار بلوائح متماسكة متراسطة وبتحالفات معهم سيد فادي هل تعتقد أن طهر الوطن الحر بما يقوم به ويصدره من تصريحات هل هو يريد أن يقضي على التحالف مع حزب الله وحركة أمل أم أن هذه مناورات قبل الانتخابات فقط لا دعني أميز بين مسألتين بين التحالف مع حزب الله طيار الوطن الحر حزب الله وطيار الوطن الحر علاقة طيار الوطن الحر بحركة أمل لأنه علاقة طيار الوطن الحر بحركة أمل سيئة وهذا وهي منذ سنوات سيئة جدا واليوم يعني وصلت إلى خلافات بين الرئيسين نبي بير وبالمناسبة نبي بير لم يكن يريد من شرعه الرئيسا وبالتالي العلاقة سيئة بين الطرفين منذ سنوات أما بين الطيار الوطن الحر وحزب الله وهنا النقطة الأساسية لا أنا أعطي أن هذا التحالف مستمر وما يكون به جبران باسيف هو فقط مناورة شعبوية لتحصين وضعيته المسيحية التي أصبحت رافضة أكثر فأكثر لسلاح حزب الله لميليشياته لحيمانته على قرار الدولة لتخريد يعني أقول أوقات لبنان مع العالم العربي مع الدول العربية تحديدا دول القليش لكل هذه السياسة التي يكون بحزب الله المسيحي 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 اليوم رافض لكل ما يكون به حزب الله والثاني هذا السبب هذا واحد من العوامل التي أتت إلى تراجع شعبية جبران باسيف في الوضع الحر ما يكون به جبران باسيف اليوم هو محاولة استعادة شيء من هذه الشعبية بهذا الخطاب السياسي ولكن حزب الله من جهته يتفاهم هذا الخطاب يتفاهم ما يكون به جبران باسيف ذلك أكد بالأمس ولكنه تحدث على أنه لابد من مراجعة الاتفاق مع حزب الله صحيح صحيح على المستوى مراجعة هذا الخطاب تمناه منذ أشهر ليس فقط منذ أسابيع لا شك هناك داخل طيار للوطن الحرب هناك طيار أو شخصيات سياسية تريد إعادة النظر لهذا التفاهم لا شك ونحن على تواصل معها وتمعنا هذا الخطاب منها منذ أسابيع ولبل منذ أشهر ولكن إعادة النظر في التفاهم لا يعني إنهاء التحالف خاصة وأنه أكد عليه الأمين العام لحسن الله سيد حسن صلى منذ أيام على أنه لا التحالف مستمر ونحن مستعدون قال أنهم مستعدون لعادة نظر في هذا التفاهم أيضا أكد عليه نائبي أمين شهر يعني كي نفهم مدى متانة هذا التحالف يعني حزب الله يحتاج إلى الدعم السياسي الذي يملكه الطيار الوطني الحر والطيار الوطني الحر يحتاج إلى قوة حزب الله فمن يحتاج الآخر أكثر سؤالك جيد جدا سيدي هذا ما كنت أود قوله أنه اليوم الإثنان بحاجة لبعضهما البعض ولكن دعنا أوضح نقطة أساسية ذكرتها حزب الله لا يحتاج إلى الدعم سياسي من الطيار الوطني الحر غطاء سياسي إلى غطاء إلى غطاء هذا التعبير الأصح إلى غطاء سياسي أنا أعتقد أنه لا زال يحتاجه يحتاجه رغم تراجع شعبية طيار الوطني الحر أكثر فأكثر اليوم حزب الله لأن الطيار الوطني الحر هو على أبواب الانتخابات نيابية ولا حلفاء له هو ليس حليف يأخذ معارك ضد نبيه بره هو خاض معارك ذاحس والغبراء ضد الطائفة السنية ويتهمونه بإخراج زعيمهم الأول من المعادلة السياسية هو ساهم بإخراج من المعادلة السياسية علاقاته سيئة جدا مع وليد جنبلا علاقاته سيئة جدا مع المسيحية الآخر طيار المرضى الفرنجية هو حليف الذي هو بالمناسبة حليف حزب الله على المستوى شخصيات المستقلة أيضا علاقته سيئة مع العديد من الشخصيات المستقلة إن كان في الطائفة المسيحية أو في طواقف أخرى ولكن لذلك هو يتكلم بحاجة أكثر فأكثر إلى متالة التحالف مع حزب الله الذي بدوره سوف يدعم طيار الوطن الحر ليس فقط بالشعبية بالتصويت بالشعبية الشيعية إنما أيضا بالضغط على حلفاء له حلفاء لحزب الله من طواقف أخرى سنية أو مسيحية نعم عطوا لدعم طيار الوطن الحرف في الانتخابات المكملة شكرا دكتور فادي الأحمر الكاتب الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من بيروت حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفصل هل تكون أولوية عباس خلال اجتماعه مع السيسي الداخل الفلسطيني أم دفع عملية السلام هل كتب بن كيران شهادة وفاة العدالة والتنمية بفك الارتباط بحركة الإصلاح والتوحيد أهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنام الأمم المتحدة تطلق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة في السودان فلماذا تأخرت المنظمة الدولية عن لعب دورها جعجع يريد خوضى لانتخابات للتخلص من تحالف حزب الله والوطن الحر فكيف يستطيع زعيم القوات تحقيق أهدافه لقاء مرتقب للسيسي عباس في شرم الشيخ فهل تكون الأولوية للداخل الفلسطيني أم لدفع عملية السلام العدالة والتنمية المغربية فكو تطباطه بحركة الإصلاح والتوحيد فهل كتب بن كيران شهادة وفاة الحزب أم إعادته للحياة في شرم الشيخ المصري يستقبل الرئيس المصري نظيره الفلسطيني لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية بهدف التنسيق المشترك بين البلدين مصادر في الرئاسة الفلسطينية تتحدث أنه خلال الاجتماع الفلسطيني المصري سيتم تنسيق المواقف قبل جلسة المجلس المركزي الفلسطيني نهاية الشهر حيث تعتزم القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات قد تكون مصرية وفقاً للمصدر فأي الملفات تكون لها الأولوية؟ اشتركوا في القناة ينضم إلينا من القاهرة أشرف أفغول الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية سيد أشرف ما أعمل ملفات المطروحة في اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس عباس؟ أولاً مساء الخير لحضرتك والسادة مشاهدي قناة الغد يعني بالتأكيد هناك ملفات عديدة وليس ملف واحد كل ما ذكرته في هذا التقرير هي ملفات ستبحث الداخل الفلسطيني بالتأكيد لديه أولوية كبيرة في أي محادثات بين الرئيس السيسي والرئيس أبو مازل أو بين الرئيس السيسي وأي مسؤول فلسطيني أو عربي الداخل الفلسطيني المصلحة الفلسطينية، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الأمنية وأيضاً هناك أولوية للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية هناك أولوية للبحث الوضع في غزة، التهدئة، تبادل الأسرة، إعادة أعمار غزة كل هذه ملفات تحتال أولوية متساوية وأعتقد أن هذا اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس أبو مازل والذي يأتي بعد شهور ربما لم يكن فيها لقاء بل أنه في الشهر الماضي عندما ذهب أبو مازل إلى الجزائر وعرضت الجزائر استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية خمن البعض أن هناك فطور في العلاقة المصرية الفلسطينية وأن الجزائر ستقوم باستضافة الحوار الفلسطيني بدلا من القاهرة وكان هذا أمر سخيف كعادة بعض من يتنبؤون بأشياء لا تحدث لكن جاء الإعلان عن زيارة الرئيس أبو مازل لمصر وذهابوا إلى شرم الشيخ لحضور افتتاح منتدى الشباب العالمي واللقاء بالرئيس السيسي ليؤكد أن الملف الفلسطيني بكل ما فيه من تفاصيل ما زال على أولوية السياسة المصرية وأن الرئيس السيسي سيكتمع مع الرئيس أبو مازل ليناقش معه الخطوات التي قطعت في سبيل إصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي بالمصلحة بإجراء الانتخابات بغيره علاوة على العلاقات مع إسرائيل خاصة في وقت يعلم الكل أن هناك زيادة في العمليات العسكرية المقاومة في الضفة وأن البعض يقول أن السلطة بدأت تفقد قدرتها على السيطرة في بعض الأحيان حيث يتحرك المسلحون المنتمون إلى جماعات المقاومة الفلسطينية مثل حماس والجهاد بحرية أكثر وكانت هناك صورة مفاجئة للكل في جنازة السيد وصف قبهة المسؤول السابق في حماس عندما خرج الألاف من أنصار حماس وخرج المسلحون بينهم وبالتالي هناك أشياء تصير القلق هل ستحدث طرابات في الضفة هل ستواصل السلطة السيطرة نعم سيد أشرف كل هذه ملفات بالتأكيد هامة وتهم الشعب الفلسطيني وكل من يهتم بالقضية الفلسطينية ولكن كان هناك توقع أن يحدث تطور منذ الإدارة الأمريكية الجديدة وحتى بعد توقف الحرب في غزة أن يكون هناك بحث عن حل للقضية الفلسطينية وليس لهذه الملفات التفصيلية يعني أريد أن أتحدث بصراحة هنا يعني للأسف الفصائل الفلسطينية لم تستغل قوة الدفع الكبرى التي حدثت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة حيث كان هناك تأييد دولي لمحادثات سلام فلسطينية إسرائيلية تحدث الرئيس الأمريكي بايدن بوضوح مع الرئيس السيسي وغيره عن ضرورة الأخذ بمبدأ حل الدولتين لذلك سعت مصر إلى جمع الفرقاء الفلسطينيين والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتقوم هذه الوحدة ببحث الملفات الأخرى ولكن وضعت شروط وتعقدت الأمور الطلبات المقاومة من إسرائيل إسرائيل اعتبرتها كبيرة ومبالغ فيها خاصة إسرائيل لديها يعني تصور أن الجنديين قتل في العدوان على غزة في 2014 وليسوا أحياء ولذلك الملف الخاص بالمصلحة راوح مكانه لم يتحرك ملف تبادل الأسرة هناك خوف في إسرائيل من تقديم سمن باهز لهؤلاء الأسرة حكومة إسرائيل هي حكومة هشة حكومة تتألف من سمانية أحزاب على رأس هذه الحكومة يعني زعيم يميني سر في الكل يعلم ذلك يتحدث دائما ضد الفلسطينيين وضد الحوار مع السلطة وضد كل شيء يتعلق بالفلسطينيين مسألة التهديئة حاولت إسرائيل أن تربطها بتبادل الأسرة وكذلك عملية الإعمار دول أحجمت عن البدء في مشاركة في عملية الإعمار طالما لم يتم التوصل اتفاق تهديئة مصر الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بالمرحلة الأولى في أعادة الإعمار بإزالة ركام الحرب والآن واليوم لدينا صور لوضع أسس المدينة السكنية تقيمها مصر في شمال غزة وبالتالي مصر تنفذ ما تعهدت به هذا السؤال كان بسبب أن الحديث عن أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في هذا الشهر أو في نهاية هذا الشهر سوف يتخذ قرارات مصيرية هل من معلومات أو حتى تخمينات عن ما المخصود بالمصيرية؟ يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا الاجتماع سيتخذ قرارات مصرية لأنه أبو مازل لو نذكر في اجتماعات الجمعية العامة لأم المتحدة في استنبر الماضي يعني وضع مهلة لمدة عام حتى الاجتماع القادم وهنا كلمة مصيرية تعني ربما الانسحاب من أسلو أو الغاء الاعتراف بإسرائيل أو حل السلطة ولا أعتقد أن هذه الأمور متاحة على الأجندة حتى الآن طالما سمعنا عن كلمة مصيرية ولكن الأمور كانت دائما تتغير في اللحظات الأولى نعلم أن هناك ضغوط داخلية وخارجية وضغوط اقتصادية تمارس على الكل الفلسطيني ونعلم أيضا أنه يعني العالم ربما مشغول الآن أو غير منتبه لما يحدث على السحة الفلسطينية وبالتالي ربما أي إجراء شديد ضد إسرائيل تتخذ السلطة لن يلقى أزانا صغية من العالم بشكل كبير خاصة في الأوضاع الاقتصادية وعودة انتشار كوميكرونا عودة انتشار وباء كورونا ممثلا في كوميكرونا وبالتالي في الأوضاع غير مناسبة لاتخاذ قرارات كبيرة شكرا يا سيد أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية كنت معنا من القاهرة بعدما يقرب من ربع قرن على العلاقة العضوية بين حزب العدالة والتنمية المغربية وحركة الإصلاح والتوحيد زعيم الحزب عبدالإله بن كيران يفك الارتباط بالحركة رافضا تجديد الشراكة بين الطرفين وكانت حركة التوحيد والإصلاح التي مثلت الضراع الدعوي للحزب أعلنت في 2018 نيتها تطليق السياسة وتعميق طابعها الدعوي لكن الخيارات السياسية للحزب مؤخرا عمق الهو بين الجانبين عبدالإله بن كيران اعتبر أن الحركة هي الأم واليوم لم يعد حزب العدالة والتنمية في حاجة لهذه الأم وإنما ربما العكس فما الذي يسعى إليه بن كيران من فك الشراكة وهل هذا القرار هو مقدمة لقرارات إعادة تأهيل الحزب بعد الخسارة القاسية في الانتخابات التشريعية ولا يخشى بن كيران من فقدان مزيد من المؤيدين بفك الارتباط هذا أن باتت الحركة عبءا على الحزب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ينضم إلينا من الرباط عبر تبديق زوم الدكتور عبدالعلي حامدين من أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس والقيادي بحزب العدالة والتنمية دكتور عبدالعلي لماذا حدث فك الارتباط في الواقع الأمر لا يتعلق بفك الارتباط بالمفهوم الذي قد ربما يتصور البعض حديث الأخ الأمي العام الأستاذ عبدالعلي بكيران هو جاء في معرض التفاعل مع أسئلة مسؤولي الحزب على مستوى الأقاليم الذين طرح بعضهم ضرورة العودة إلى أحضان حركة توحيد والإصلاح من أجل تعزيز المرجعية الإسلامية داخل الحزب فكان جواب الأستاذ عبدالعلي بكيران بأن الحزب لا يحتاج إلى حركة توحيد والإصلاح من أجل تعزيز المرجعية الإسلامية وإنما هو مطالب بأن تكون له مرجعيته بشكل مستقل وفهمه للمرجعية الإسلامية على ضوء المجال الذي يشغل فيه الذي هو المجال السياسي وبطبيعة الحال هذا لا يلغي الود الذي يربط الحركة بالحزب لكن لكل مجال تخصصه ولكل مجال مستلزماته ولكل مجال خطابه والآن أصبحنا بعد أزيد من عشر سنوات من تدبير الحكومي ومن تدبير الجماعي ومن العمل البرلماني الحزب لم يعد محتاج إلى دعم الحركة أو إلى إسناده وأصبح بطبيعة الحال مطالب بأن يستقل بذاته كما أن حركة توحيد الإصلاح في المجال الذي تشتغل فيه الذي هو المجال الدعوي ليس مطلوب منها تعبير عن مواقف ذات طبيعة سياسية بشكل يومي أو الاشتباك مع قضايا الواقع فهي تخاطب الجمهور بالمنظور الذي تعتقده صواب ولكن عندما يتحدث السيد بن كيران بأن العدالة والتنمية ليست بحاجة إلى أم لأن الحركة كانت هي الحركة الأم وقال العكس هو الذي يمكن أن يحدث الآن هل هذه تعبيرات تليق بالفترة الطويلة التي كان بين الحركة والحزب تنصيق والحزب استفاد من مؤيدي الحركة في العديد من المواقف وفي الانتخابات الكثيرة التي خاضها لا بطبيعة الحال لا يمكن التنكر إلى الدور الكبير الذي قامت به الحركة في التأسيس فجل زعماء وقادة حزب العدالة والتنمية هم خريجي حركة التوحيد والإصلاح وبطبيعة الحال حزب العدالة والتنمية مرتبط بنشأته بالحركة الإسلامية المعاصرة ولسيما حركة التوحيد والإصلاح لكن اشتباكه مع قضايا السياسة رصيده في العمل السياسي عمله في البرلمان عمله الجماعي أصبح يستدعي بطبيعة الحال نوع من التمايز في الخطاب في الرموز في الوظائف وهذا ما حصل منذ مدة طويلة وليس فقط اليوم لكن نتائج الانتخابات الأخيرة ربما دفعت البعض إلى التفكير في ضرورة العودة إلى الحركة والتمثلس بها فكان رد أستاذ عبدالي أبي كيران ردا صارما بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وإنما ينبغي تعزيز هذا التمايز وتعزيز هذا الفرز وتعزيز هذا النوع من التخصص لأن مستلزمات العمل السياسي مختلفة تماما عن مستلزمات العمل الدعوي كما أن حزب العادلة والتنمية لا يعني أنه متنقل هل هذه أول خطوات الإصلاح في الحزب؟ نعم هل هذه هي بداية خطوات الإصلاح في الحزب؟ الآن بطبيعة الحال هناك نقاش كبير داخل حزب العادلة والتنمية ولسيما داخل قيادة العادلة والتنمية كيف تتعامل مع الوضع الجديد كيف تستفيد من أخطائها التي ارتكبت في المرحلة السابقة هناك حملات تواصلية مع مسؤولي الحزب على الصعيد الوطني هناك دعوات للنقدة الذاتي وهناك دعوات وهذا هو المهم بالنسبة للخلاصات الأساسية التي وصلت إلى قيدات الحزب وهو ضرورة تعزيز المرجعية الإسلامية داخل الحزب على مستوى السلوك الفردي والجماعي بمعزل عن تدخل الحركة وبمعزل عن حركة التوحيد بصلاح ما تفسير هذه الجملة دكتور؟ المقصود هو أن القيم الإسلامية نحتاج إليها في العمل السياسي أيضا وليس فقط في العمل الدعوي بمعنى قيم النزاهة قيم الصيد قيم الالتزام بقضايا المواطنين قيم الدفاع عن المظلومين الانتصار للحقوق والحريات هذه قضايا من صميم المرجعية الإسلامية ومن صميم التقافة الإسلامية وهي طبعا الحالة تتقاطع مع القيم الإنسانية في الكثير من المجالات طيب هل فكرة قبول الانفصال ما بين الحركة والحزب هل كان هذا مقبول لدى أعضاء الحزب هل هناك موافقة على هذا؟ هو الفصل التنظيمي والفصل على المستوى القيادة وعدم تدخل كل جهاز في الجهاز الآخر هذا موجود منذ مدة والآن تعزز أكثر معنى ذلك أن الحزب لا يتدخل في عمل الحركة ولا في قراراتها كما أن الحركة لا تتدخل في عمل الحزب ولا في حركته ولا في قراراته وهي مستقلة في كافة القرارات ومستقلة أيضا في فرز قياداتها ولا توجد هناك أي خلط في القيادة المتعلقة بالحزب أو القيادة المتعلقة بالحركة كما أن حزب عدل والتنمية مدعون انفتاح على المجتمع المدني بكافة أطيافه إذن دكتور هل هناك تغير في وجهة الحزب وتوجهاته وأفكاره عندما يقرر هذا الانفصال ويبحث عن الواقع الموجود في المجتمع هناك تدقيق أكثر حتى لا يتم الخلط بين عمل الحزب وعمل الحركة لكن الأهم بالنسبة للأمين العام وقائد الحزب في هذه المرحلة هو أن المرجعية الإسلامية ليست خاصية مرتبطة بحركة تحين الإصلاح وإنما هي مرجعية الحزب أيضا وهو مدعون إلى استثمارها في عمل السياسي وفي سلوكي الفرضي والجماعي بمعزل عن تدخل الحركة وبمعزل عن توجيه الحركة وبمعزل عن تأثير الحركة بمعنى الفهم المتجدد للمرجعية الإسلامية على ضوء الإكرهات التي نمر بها بالعمل السياسي سواء الإكرهات التي تواجه الأفراد أو أفراد التي تجعل مجتمعي يعني هذه التجربة دكتور عندما تبعناها في مختلف الدول دائما الأحزاب صاحبة المرجعية الدينية كما يرغب أصحاب الأحزاب في ذكر هذه الجملة دائما يكون بينهم رابط لا ينفصلون حتى إن ظهرت بعض الخلافات ولكن في النهاية هناك رابط مشترك وهناك تحالف غير معلن لا يمكن أن تقول بأن هناك علاقات بحركة التوحيد والإصلاح وهناك أيضا لا أستطيع أن أقول تحالف ولكن هناك نوع من التفاهم على أن دور الحزب هو مستقل عن دور الحركة وأن دور الحركة هي مستقلة عن دور الحزب وبالتالي كل واحد ينشغل في مجاله بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة العمل الذي يقوم به بدون أن يتدخل في عمل الجهاز الآخر أو التنظيم الآخر وليس هناك أي تنصيق أو تحالف ولكن هناك يمكن أن تقول تفاهم واضح الآن بعد هذه التجربة الطويلة منذ 1996 الانطلاق الجديد للحزب مرورا بتجربة التدبير الحكومي كان هناك دائما تمايز بين مواقف الحركة ومواقف الحزب في الرموز في القيادات وفي الخطاب أيضا وحتى في طبيعة الجمهور لكن بطبيعة الحال يبقى أعضاء الحركة هم مواطنون لهم اهتماماتهم السياسية لهم تعاطفهم السياسي مع حزب العالمية بالدرجة الأولى لكن يعبر أيضا عن اختلافهم في كثير من المحطات مع مواقفه إذا بدت لهم غير منسجمة مع المبادئ التي يعتبرونها أساسية بالنسبة للحركة شكرا دكتور عبدالعلي حمدين أستاذ العوم السياسية بجامعة محمد الخامس والقيادي بحزب العدالة والتنمية كنت معنا من الرباط في ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العناوي الأمم المتحدة تطلق مشاورات أولية لعملية سياسية جاملة في السودان فلماذا تأخرت المنظمة الدولية عن لاعب دورها؟ جع جع يريد خوض الانتخابات للتخلص من تحالف حزب الله والوطن الحر فكيف يستطيع حزب القوات تحقيق هدفه؟ لقاء مرتقب لسيسي وعباس في شرم الشيخ فهل تكون الأولوية للداخل الفلسطيني أم دفع عملية السلام؟ العدالة والتنمية المغربية فكرتباطه بحركة الإصلاح والتوحيد فهل كتب بن كيرون شهادة وفاة الحزب أم إعادته للحياة؟ تهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة